حتى في التغييرة اللي هي بتاعت الشروط الأولاني في مارشل الإسماعيلي كل الناس بالنسبة للشحاية طبعا كل الناس على فكرة أشادت بالراجل إنه كان عنده هو كان متحمس جداً الولد وعايز يثبت وجوده بشكل بير جداً هو غيره لإنه كمان خد كرت كان ممكن مع التهور بتاع ده التهور تهور مش تهور إيجابي الولد عنده حماسة كبيرة جداً وعايز يثبت نفسه بشكل بير جداً فخرجه في نفس الوقت لو معالكش ده في لحظتها كان ممكن تبقى مشكلة كبيرة للولد صح كنت تقوله عظيمة لو هتقولنا يا جماعة لو اللقطة دي معنا دي رقطة مهمة جداً على فكرة اللقطة العظيمة اللي تكلم فيها جيوز جوميز مع برافو عليك لو هو سابه حمد شهاده لو خرجه وسابه كانت تبقى مشكلة كبيرة جداً على المدرب حتى تأخذ عليه صح إن انت غيرته في الشوطة ما صبرتش عليه لا بسهير لسه منضم للفريق لسه منضم كل كلام ده قلت انت خلصت عليه صح لكن انت لما خرج بقفت معاه شوية وتكلمت معاه نفسياً الدنيا تعادلت عارف حلوة اللقطة دي في ايه كمان يا كابتن عصام إنه ما استناش حتى كان فاضل خمس دقايق أو سبع دقايق شو تيخلص كان ممكن يقول في قط اللبس هتكلم معاه ممكن مدرب يعمل كله عنده هو استنى بعد المباراة هو في لحظتها ما استنى ما استبهوش يأكل في نفسه دي دي تحسب لي